وقفات احتجاجية متواصلة لذوي المهن الصحية في العراق لإجبال الجهات الحكومية على الاستجابة لمطالبهم المتمثلة برفع التسكين الوظيفي وزيادة الخطورة إلى 100% وتشريع قانون التأمين الصحي آخر تلك الوقفات نظمت أمام مبنى الإدارة العامة لدائرة مدينة الطب في منطقة الباب المعظم وسط بغداد المطالب تضمنت أولا رفع الخطورة ورفع التسكين الخطورة المهنية في المادة 13 من قانون 22 سنة 2008 يضمن من حق الوزير أعطاه هذه الخطورة بنسبة 30% إلا أنه لحد الآن ومنذ سنين عدة قدمت هذه المطالب ولم تنفذ هذه المادة وطبق على الشريحة المظلومة الملاكات التمريضية والصحية علما أن الملاكات التمريضية والصحية في عموم الوزارة يمثلون ما يقارب الـ 200 ألف منتسب أصحاب المهن التمريضية والصحية يرون أنهم يتعرضون للظلم في ظل عدم مساواتهم بزملائهم الأطباء الذين يحظون بامتيازاتهم كاملة بينما كانت تهميش مصيرهم طبعا نحن جاينا نطالب أبسط حق من حقوقنا اللي هي مخصصاتنا متى الساوي ومخصصات باقي الكوادر الطبية والمهن الصحية فإحنا من حقنا أن نطالب هذه المخصصات في زيادتها ونطالب بالتسكين لأننا نحن من الفئة المظلومة بالكوادر التمريضية والصحية كلها المحتجون يقولون أن ذوي المهن الصحية هم الشريحة الأكثر احتكاكا بالمواطن ففي الوقت الذي يكتفي الطبيب بالمعينة والتوجيه يكون الكادر الوسطي على تماثل مباشر مع المريض وهذا ما يرفع من احتمال إصابته بالعدوى لذا فهم يطالبون برفع تسكين الرواتب الذي يصفونه بالحق المشروع مشيرين إلى أنهم نظام العديد من الوقفات الاحتجاجية وصلت في بعض الأحيان إلى الإضراب لكن دون أن تنفذ الوعود التي تلقوها هذه طبعاً مو أول مرة نحن نسويها الوقفة الاحتجاجية عدة مرات اليوم بدأت الأحداث تطاور لأنه لا يوجد تنفيذ للوعود بخصوص المطالب المطالب هي طبعاً عدة مطالب من ضمنها رفع زيادة الخطورة ورفع التسكين وإذن توسيع المقاعد الدراسية والتأمين الصحي هذا من ضمن المطالب التي نحن على مدى ثمانة سنوات نطالب بها لليوم لا يوجد أي تنفيذ تلك المطالب لا يقتصر الظلم والتهميش في العراق على شريحة معينة فسرطان الفساد الذي ينتشر في كل زوايا الدولة العراقية لم يستثني أحداً سوى المتنفذين في السلطة والمنتفعين منها والذين لا تهمهم حياة الشعب الذي ما عدا يطمح إلا أن يعيش بظروف تتوفر فيها الحدود الدنيا من متطلبات الراحة والاستقرار ترجمة نانسي قنقر